أعظم مقاصد القرآن الكريم التدبر والفهم لهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب موسيقى موسيقى في سورة الفجر قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فختم آية سورة الفجر بهذه الآية المباركة بذكر الجنة ثم ذكر بعدها في السورة التي بعدها سورة البلد فذكر أعظم مكان في الآخرة وهي الجنة وذكر أعظم مكان وأفضل مكان في الدنيا وهي مكة شرفها الله تعالى لذلك قال الله تعالى ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فذكر الله تعالى وأقسم بهذا البلد وهي مكة شرفها الله تعالى وربنا جل وعلا عظيم ولا يقسم إلا بعظيم فلذكر مكانتها وشرفها وعظمتها في نفوس المؤمنين وتعظيمها الله تعالى أقسم بها لذلك كل ما تجد في القرآن الله تعالى أقسم به فإن هذا دليل على أن هذا الأمر معظم عند الله تعالى فمكة معظمة والكعبة مشرفة ومعظمة لأن الله تعالى شرفها واختارها وجعلها مهبطا للرسالة ومأوى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها انطلقت هذه الدعوة المباركة وأقسم الله تعالى أيضا ووالد وما ولد لأن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى على ماذا أقسم الله تعالى جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد هنا أقسم الله تعالى وهذا القسم الله تعالى كما أخبر عن نفسه قال ومن أصدق من الله قيله لكن لتأكيد هذا المعنى أقسم الله به ولتأكيد هذا المعنى قال الله تعالى لام وهذه اللام أيضا للتوكيد لقد خلقنا الإنسان في كبد جنس الإنسان كل الإنسان الصالح والطالح الغني والفقير الكبير والصغير الإنسان الرجل والمرأة الوزير والغفير الجميع الله تعالى خلقه في هذه الحياة في كبد يعاني من مكابدها ومشاقها ومعنى إما أمراض أو أسقام أو أنواع من البلاء لكن المؤمن لما يعلم هذه الحقيقة لابد أن يتوقف عدة وقفات مهمة جدا الوقف الأولى مشاهدي الكرام أن طبيعة الحياة الدنيا أنها مشقة وعنى فلا يجزع الإنسان فيها ليش أنا ولماذا أصاب أنا ولماذا أنا الذي يبتلى بالأمراض أو أولادي يبتلون بالأمراض أو والدي يبتلى بكذا هذه طبيعة الحياة الدنيا الله لتأكيد هذا المعنى أقسم وقال لقد خلقنا الإنسان في كبد قسم الله تبارك وتعالى وهو حق وقوله صدق ومن أصدق من الله قيل لكن حتى يتأكد لك أخي الكريم أختي الكريمة أن طبيعة الحياة الدنيا أن يعيش الإنسان فيها في مكابدة مكابدة لأوائها مشاكلها مصائبها أمراضها تطور الحياة لما يتفكر الإنسان ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تطور حياة الإنسان منذ أن يستهل ويخرج من بطن أمه عندما أول يعني ما يستهل من بطن أمه مع أنه حتى وهو في بطن أمه يعاني ما يعاني وهو جنين وهو صغير أيضا يعاني ما يعاني من مكابدة الحياة والبحث عن الطعام أو الشراب أو ما يغذيه حتى يخرج ويستهل من بطن أمه ذكر الإمام القرطبي أنه من أول ما يعانيه من المشاق أنه عندما تقطع سرته هذه مشقة ونوع وإن كان صغير وأنه غير مكلف إلا أنه نوع من أنواع المشاق ثم يبكي وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أو بعض الآثار أنه ينغزه الشيطان في بطنه فيبكي كما ثبت في عدة آثار لكنه عندما يبكي بحثا عن الحياة بحثا عن الطعام بحثا عن هذه الأم الذي تأخذه وتحضينه على صدرها ثم تلقيمه وثديها كل هذه نوع من أنواع المشاق ثم بعد ذلك ما يعانيه من أطوار الحياة من البحث عن الطعام والشراب يبكي ما يعرف هل بطنه يؤلمه هل هو جوعان هل هو عطشان هل هو متضايق هل هو في حرارة أو في برد ما يعلم في ذلك إلا أن هذه نوع من أنواع مشاق الحياة التي ذكرها الإمام القرطبي عندما ذكر تفسير هذه الحياة وهو جنين يعاني ما يعانيه ويكابده من المشاق عندما يكبر تبدأ بأسنانه أيضا بالخروج يعانيه من الحرارة والتعب وألم خروج هذه الأسنان ألم حتى لما يريد أن يعبر عما في نفسه أول ما يتكلم بنداء الأبوة ينادي أباه أو ينادي أمه أو يتكلم ويتمتم بتمتماته هو لا يعرف ماذا يقول لا يعرف كيف يعبر عما في مكنون صدره هذا أيضا نوع من أنواع مشقات الحياة وهكذا من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يشب إلى أن يكبر إلى أن يعني يبدأ بالدراسة ثم بعد ذلك وكل هذه المراحل فيها مشاق من عناء الدراسة المذاكرة الذهاب إلى الدراسة اختيار الأنسب له في دراسته كل هذه نوع من أنواع مشاق الحياة فلا بد للإنسان أن يوطن نفسه عليها فإذا وطن الإنسان نفسه كل الأمور تسهل عليه فلما يستيقظ في الصباح لدراسته يعرف أنه لقد خلقنا الإنسان في كبد وحتى يستطيع أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه سواء كان علما أو دراسة أو فهما أو تجارة أو غير ذلك لا بد أن يعاني والذي لا يعاني لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد أن يصل إليه فإذا أراد الدراسة لا بد أن يستيقظ مبكرا ثم يذهب ويجلس على مقاعد الدراسة ثم يتابع أيضا دراسته ومن أراد التجارة فعليه أن يذهب إلى محله وإلى سوقه وإلى تجارته وأكد من أراد الوظيفة لا بد أن يستيقظ وأن يذهب في وقت معين ويخرج في وقت معين ويبدأ بإنجاز مهام عمله لا تقولوا تعبان الدنيا والحياة كلها هكذا لذلك أقسم الله عليها فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في مشقة وعناء من مرحلة إلى مرحلة من الأمور التي تعين الإنسان على تحمل هذه المشاق لما يتأمل الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تحمل أعباء الرسالة أول ما جاءه الوحي جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم رعدة وخوف شديد وعرق وتصبب من وجهه العرق وحمرت أوداجه حتى ذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها فقال زملوني زملوني أو دثروني دثروني فقالت والله لما خافت عليه أرادت أن تطمنه فقالت والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتغيث الملهوف وتغيث المحتاج أو تقف مع المحتاج فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من الوحي وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أنه إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعرف ذلك كان يتصبب عرقه وتحمر أوداجه وهذا ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من مشاق البعثة وتحمل البلاغ البلاغ المبين يا أيها النبي إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اشتركوا في القناة